بعد أن ظل أسير سليمانية لأكثر من سنتين أعلن رئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد اليوم استقالته رسمياً من منصبه في مؤتمر صحفي بسليمانية لأسباب قال إنها تتعلق بالأوضاع الداخلية داعياً حكومة الإقليم إلى الإعلان عن إخفاقها والركون لمطالب الشعب في التغيير بحسب تعبيره محذراً من مخاطر كبيرة في حال استمرار الأوضاع على حالها في كردستان إرتائينا بعد موافقة الهيئة القيادية لحركة التغيير أن نعلن عن استقالتنا وأسباب الاستقالة موجودة في خطاب الاستقالة نحاول جهد الإمكان ونكافح من أجل إجراء التغيير وتأتي استقالة محمد في الوقت الذي تدخل فيه التظاهرات والاحتجاجات في عدة مدن كردستانية أسبوعها الثاني وهي استقالة وصفها نواب عن الديمقراطي الكردستاني بعديمة الأهمية وتؤشر بوضوح الدور الذي تلعبه حركة التغيير في تأجيج الأوضاع وما تقديم أعلان الاستقالة في الوقت الحاضر سوى دعاية انتخابية ومصالح ذاتية ضيقة بحسب تعبيرهم الاستقالة بالنسبة للمراقبين لم تكن مفاجئة لكنها جاءت متأخرة وحدثت وفق سياقات المنطق السياسي داخل الكرد المضطرب مستبعدين تدخل أطراف خارجية في موضوع الاستقالة هناك تصدع كبير وهذا التصدع من الصعب جدا تجاوز هذا الأمر خلال المرحلة القادمة لكن بالتأكيد من خلال التفاهم ومن خلال الإحساس بالتحديات الكبيرة التي تواجهها أقليم كردستان من الممكن توقع وجود على الأقل التوافق حول المشتركات استقالة رئيس برلمان أقليم كردستان يوسف محمد في هذا الوقت تفتح بحسب المراقبين تساؤلات عديدة حول مستقبل العملية السياسية داخل البيت الكردي من أربيل يوسف المندلاوي الحرة